بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا هو المقطع السادس حول تفريغ المجالس الصوتية وأضمنه نصيحة أخرى تتعلق بالتفريغ وهي ما لها صلة بعلامات الإملاء فعند التفريغ الذي يراد منه البث خاصة لابد من الانتباه لبعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المحاولين ومن بينها الفواصل فلابد من الاعتناء بها فبين الجمل والمعطوفات التي هي للمغايرة خاصة يكتب الفاصلة ولا يكتبها بعد واو المعية ولا مع حرف مع ولا مع إلا إلى آخر ذلك من الحروف والكلمات الموصولة وصلا مباشرا وعند إنهاء الفقرات يكتب النقطة ويميز الأقوال بالأقواس وعناوين الكتب بعلامتي التنصيص وكذا يكتب القواعد بالمعكوفات ويجعل علامات التعجب عند المعاني التي تعجب عند ذكرها الشيخ في المجلس الصوتي ويجعل علامة الاستفهام بعد السؤال ويستعمل النقطتين الرأسيتين عند الشروع في ذكر مقول القول أو عند ذكر الأمثلة ويجعل الكلام المعترض بين مطتين يهذب التقاسيم فيجعل الأرقام بالأحرف يكتبها مجلسة وتحتها أرقام برسمها وتحتها الحروف الأبجدية وتحتها النجمة والمطات إلى آخر ذلك مما هو معلوم في علامات الترقيم ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من المفرغين الهمزات حيث لا يفقه ولا يفرق كثير منهم بين المواطن التي توضع فيها الهمزة من عدمها وبعضهم لا يدري أهميتها أصلا فيكتب كل الألفات بلا رأس العين التي هي الهمزة في المقام الذي من حقها أن تكتب فيه وكي يكون التفريغ الإلكتروني جميلا لابد من الاستعانة ببرامج في ذلك معروفة عند أهل الاختصاص وعند من جرب استعمال الكمبيوتر فيصمم الخلفية ببرامج كبرنامج كالك الذي هو خاص بكتابة الخطوط وبرنامج فوتوشوب أو فوتوفيلتر ويكتب بالخط العربي الجميل وهو أنواع كثيرة جدا وهي متجددة أصلا منها العتيقة كخط الثلث خاصة وخط مسعد المغربي وخط المصحف وينسخ الآيات بالرسم القرآني ببرنامج مصحف المدينة ويجعل الاختصارات التي في الورد لجملة صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه أو رضي الله عنها أو رحمه الله أو عز وجل أو سبحانه وتعالى إلى آخره يجمل يزين تفريغه بالإطارات المعروفة ويجعل لمسته فيها لسيما في الصفحة الأولى فيكتب المخزن الذي يجد الناس فيه كل تفريغاته كرابط صفحاته وحساباته وغير ذلك وأحسن المواقع التي يخزن فيها موقع أرشيف فهو من أحسن المواقع للتخزين وكذلك من التطبيقات الرائعة لتخزين العمل تطبيق التليجرام فهو لا يحذف أبداً حتى وإن غيرت هاتفك أو أعدت تهيئته فبمجرد فتحك لقناتك أو مجموعتك تجد كل ما رفعته فيها وهذا يسهل على الناس الوصول إلى ما يريدون من أعمالك أقتصر على هذا القدر والله أعلم